دي والجزر سيجت وتسيج العلاقات بين الرباط والجزائر الجزائر التي نصبت نفسها مؤخرا عكس كل منطق لإعطاء الدروس وفرض الشروط لأي خطوط نحو إعادة فتح الحدود وتطوير العلاقات بل تمادت برسالة الرئيس بوتفليقة شهر يونيو الماضي هذه الرسالة التي تشكل منعطفا خطيرا على مستوى العلاقة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر أو يمكن القول عنها بأنها تعتبر إحياءا للمقاربة البومدينية نسبة إلى هواري بومدين من جهتهم المغاربة بجميع انتماءاتهم ومواقعهم لم يتخر جهدا في إبداء ردود الفعل وبعثوا بإشارة قوية للدبلوماسية الجزائرية ما فعدوا عن محاولة تبخيص المكاسب الحقوقية والتنموية للمغرب رهان فاشل ولعل الخطاب الملكي حمل أقوى هذه الإشارات الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعالي وصحبه شعبي العزيز المغرب أيضا كان اختار أنه يكون كلامه صريح واسم القطة قطة كما يقال لا فيما يتعلق مسؤولية الجزائر المباشرة ولا أيضا فيما يتعلق بتمويلها للحملات خصوصا في الجانب الحقوقي واللي كان فيه خطاب 6 نوفونر وأيضا خطاب تتاح جلالة الملك واضح وصريح فيما يتعلق بشراء الديمام والعمل على فبركة مشاريع ومقرارات مناهضة للمغرب استفزازة المسؤولين الجزائريين جاءت لتفند الدعاءات الجزائر بتسوية قريبة للعلاقات المتوترة بين البلدين ليتأكد مرة أخرى أن سياسة اليد الممدودة من جهة المغرب تصطدم بالتعنت وسوء نوايا نلاحظ بأن هناك العديد من المواقف السلبية تجاه المغرب هذه المواقف السلبية أطرت بشكل كبير ليس فقط على عدم توصلنا إلى علاقات متينة بين البلدين ولكن أيضا أطرت على الاتحاد المغاربي الذي يشهد نوعا من الجمود الخطير جدا والذي ربما يشكل سابقة من نوعه في القراءة الإفريقية هي إذن حسب رأي أهل الاختصاص مناورة للتغطية عن ما يحدث بالمطبخ الداخلي لبلد ذي سلطة منهكة ووضع اجتماعي واقتصادي هش